السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الثلاثاء تسعة أيار مايو على الأحبة أي واحد من المتابعين حبايبي الله يرضى لك ينزل على صندوق الوصف يخذ التوقيتات تاعة تقسيمة الحلقة وبس ويحطها في أول تعليق عشان المتابعين اللي بنزعجوا من البداية هاي يعرف كل واحد إيش بده يسمع ما واحد منكم يتبرع بس يعمل هذا الشيء الله يرضى عليكم الموضوع المهم اللي أنا أبدأ أحكي فيه منذكرين حلقة الكسوف اللي أنا عملتها قبل أسبوعين أو عشرين يوم لما حكيت لكم في نهاية الحلقة اللي عنده إن كانية يشتري ذهب يشتري ذهب شفته سعر الذهب يديش صار لسه ولسه وخلينا بس نكمل اليوم في بعض المواضيع رح نحكي وإحنا منشرح بالزوايا الفلكية طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة لهو مساء يوم الاثنين حكينا أنه هو مازال موجود بالقوس وإحنا رح ندخل على فترة خلوم مسار وبعدين قبل منتصف الليل بتوقيت جرينيتش بده ينتقل ويصير في الجدي فعشان هيك لازم نذكر لأنه أنا ببث الحلقة الساعة تنتين بتوقيت جرينيتش يعني لسه ضاي الوقت طويل لنوصل فعشان هيك لازم أذكر بالقوس وبالجدي القمر الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و32 دقيقة من بعد منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء بعدها القمر بده ينتقل لمنزلة ساعة الدابح منزلة ساعة الدابح هي للعلاج والفراق والخلاص والحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و15 دقيقة من مساء يوم الثلاثاء اللي هو اليوم لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وإتلاف الأموال والحرية طبعا زي ما حكينا القمر الآن موجود في برج القوس برج القوس حكينا نبضل فيه نشاط وحركة واتصالات وحوارات ونقاشات والأمور هاي ما رح نرجع نشرحها بتفاصيلها لكن المهم هي أنه احنا الآن رايحين على خلوم مسار خلوم المسار السلبي هذا رح يبدأ الساعة 8 و27 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و32 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الجديد هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراشي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و32 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش القمر خلص بنتقل وبصير في برج الجديد هذا الوقت طبعا بالأردن منزيد ثلاث ساعات يعني إحنا منحكي قاعدين عن الساعة 12 و13 و13 صباحا بنتقل وبصير بالجديد في هذا الوقت وطيلة نهار يوم الثلاثاء منعيد لطبعتنا الجديد نحاول إنجاز عمل متراكم نجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة بتسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منه علينا الإجتهاد أكثر موسعنا الشرع بعمل جديدة أو شراء تحفة أثرية أو البدء بحمية أو أمور إلها علاقة بشركات التأمين زيته جديد تأمين عمل تأمين مراجعة شركات تأمين أشياء من هذا القبيل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية تزديس إيجابية بين عطارة وبين الزهرة ذكرناها يوم أمس أو أول أمس برضو ما رح نرجع نعيد اللي هي التأثيرات الدولية فأم نركز على الأساسيات هذه الزاوية من يوم ثمانية خمسة إلى يوم تسعتاش خمسة تأثيراتها وناظروتها يوم ثلاثة خمسة ساعة ثنتين وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هذه الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية تجعلنا من ميلة تسامح مرحين خفيفين الروح وهذا شيء مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين تقدر تستفيد من الراحة اليوم إذا أنت حاب تعمل هيك تأمل راحة توقيت القصة من الراحة إجازة هذا يوم مناسب لهذا العمر وبرضو بتوفر لك جو رائع بالدعوات وبرضو أمور إلها علاقة بالسفر والتسلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي التأثيرات أولنا من يوم ثمانية خمسة ليوم اتناعش ستة طبعا ذروتها يوم اثنين وعشرين لها ذروتين حكينا لا هاي ذروة واحد عفوا ذروتها يوم اثنين وعشرين خمسة ساعة خمسة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا هاي زاوية بتعزز قدراتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة وبتزيد من ثقتنا بنفسنا وبتمنحنا الطاقة والشجاعة وبتدفعنا لعمل أو لفعالية أو للتأثير أو للقيادة بأي مجال احنا بنشتغل فيه اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين زحل وهاي برضو تأثيراتها من يوم ثمانية خمسة ليوم اربع وعشرين خمسة والنذرودها يوم تلات عشر خمسة ساعة ستة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هاي مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية تضمن لك اخلاص محبوبك الاجواء جيدة وبرضو بتدعم على مستوى تعزيز العلاقات والمصالحات والتراجع عن قرارات سابقة او البدء بأشياء يعني تكون فيها اشياء داعمة لايلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين المريخ وبين نبتون وهاي من يوم سبعة خمسة ليوم اربعة وعشرين خمسة ذروتها يوم خمسة خمسة الساعة واحدة واربعة واربعين دقيقة بعد الظهر بيكون لدينا تركيز لدرجة انه ممكن نكشف اي شخص بحاول انه يكذب علينا او يخدعنا او يغشنا او ينصب علينا وبرضو هاي الزاوية منها بتدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة ما وبرضو ممكن انحقق انجازات علمية او عملية بتدفعنا برضو للاثارة يعني حب المغامرة ولكن بتكون انتبهن عطارد ما زال بيتراجع فممكن يعطل عليكم بعض الامور او يعمل احداث مش مرغوب فيها اذا كان تهور برضو ممكن تساعدنا على الكفاح من اجل متل اعلى وهي مناسبة للشعور بالاطمئنان النفسي والانجازات العملية الكبرى اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس بين الزهرة ايجابية بين الزهرة وبين المشتري وهي من يوم ثمانتاش اربعة ثمانية وعشرين اربعة ليوم اتناش خمسة وقولنا انه هاي الزاوية كان ذروتها يوم خمسة خمسة ساعة اربعة ودقيقتين ما زالت مستمرة لا يوم اتناش خمسة هاي بتعزز الجوانب الاخلاقية والذوقية في السلوك وبتسهل طريق التعامل مع الاخرين والتفاهم معهم وبتسهل عملية اقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل ومرضو بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بهاي القدرات مثل الفن والديكور والتجميل ابتمنحنا الرغبة في الرفاهية بتجلبنا البهجة وممكن انحقق نجاحات شخصية وهذا الوقت المناسب لا اعلان خطوبة او تطوير علاقة عشان نوصل لمرحلة الخطوبة فيها اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين عطارد وبين زحل وهاي مستمرة من يوم خمسة خمسة ليوم ثمانية وعشرين خمسة ولكن هاي الزاوية لها ذروتين عشان هيك هاي الزاوية متشكلة وعطارد بيتراجع وبعدين بيرجع للحركة الامامية وهو مشكل الزاوية هسا هو رح يشكلها وهو متراجع وهي الضعيفة والقوية لما يرجع للحركة الامامية وهو بتراجع رح يشكل الذروة الاولى اللي هي رح يتكون يوم هي من سبعة خمسة لأربعة وعشرين خمسة ذروتها يوم اتناعش خمسة الضروة الاولى اللي هي اتناعش خمسة بتكون ساعة ثمانية وواحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وهي وهو متراجع فعشان هيك هاي بتكون ضعيفة ولكن لما يرجع للحركة الامامية وبتشكل الزاوية مرة ثانية يوم تسعتاش خمسة اللي هي الفترة اللي ما بين انتهاء التراجع وتسعتاش خمسة بتكون قوة هاي الزاوية ساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الامور مناسبة للعمل الفكري المقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة من ثابر في اعمالنا او مشاريعنا وهذا وقت مناسب لتنفيذ اعمال فكرية بتطلب التركيز او لانجاز مضاربات او استثمارات او استئجار بيت او امور الها علاقة بالعقارات ولكن بسبب تراجع وطارد نتفقد العقود ونتأكد من الملكية والدفعات يعني خوفا من النصب والاحتيال والغش اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين نبتون وقولنا انه هاي مستمرة لغاية يوم 11 خمسة طبعا ذروتها راحت احنا في نهايتها هاي زاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بجوانب الها علاقة بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا وعادة الزاوية هاي لها علاقة بالاطفال يا عنف مع الاطفال يا تحرش الجنسي يا اغتصاب الاطفال وللأسف الشديد جدا ما كنت اتمنى اشوف المنظر اللي انا شفته على الانستجرام واحد باعتلي فيديو لعملية ولاد اتنين صغار بلعبوا مع بعض واحد بمسك ولد وبزدته في بير وبيكون يستاذ طلع عليه في البير والولد بموت من ابشع المناظر اللي انا شفتها في حياتي ما كنت اتخيل انه هذا الشيء ممكن انه يصير بهاي انه طفل مع طفل شو هالجيل او شو هالحياة هاي طبعا بتسببنا ان هاي الزاوية نوع من انواع الارتباك وخيبات الامل في الحياة العاطفية بتشجعنا على الاستهلاك المفرط للكحول مخدرات الادوية المهدئات والمنشطات ايضا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وان هاي من الزوايا الخطيرة اللي لها علاقة بسوق المال وهي تأثيراتها من يوم 28 اربعة ليوم 13 خمسة طبعا لها علاقة بسوق المال ولكن لها علاقة اكثر بالدول اللي بتحكم في سوق المال وبرضو قلنا ان هاي الزاوية تأثير ذروة تاعتها يوم 23 خمسة الساعة خمسة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين فبتكن تنتبهوا من اشخاص يخدوا طاقتكم او اعمالكم وينسبوها لحالهم ويطلعوا على كتافكم بتتعرض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطرابات بسبب سوء التدبير او بسبب تخصيص الدولة ميزانية اكبر للشؤون العسكرية وهي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا تتعرض لعراقيل او بتم التوصل او ما بتم التوصل لاتفاق هاي الفترة ممكن يعلو شأن احد الدعاء او رجال الدين او المعارضين ويلقى تأييد شعب كبير اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي اللي انا ذكرتها يوم الكسوف اللي قبل عشرين يوم تقريبا اللي هي هاي الزاوية وانا من يوم اثنين وعشرين اربعة ليوم اثنين وعشرين ستة وذروتها يوم ثمنتاش خمسة يعني لسه احنا ما اجناش لذروتها والامور يعد بتتدهور بهاي السرعة يوم ثمنتاش خمسة ساعة واحدة وتسع دقائق فجرا بتكون ذروت هاي الزاوية هاي بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة المستوى المادي او الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة ممكن تضر بخزينة البلاد شوفوا امريكا شو قاعد بصير فيها يا جماعة الخير الاشي متسارع بشكل مرعب جدا الدولار بخطر امريكا الاقتصاد الامريكي بخطر الابنوك اللي قاعدة بتعلن افلاسها المديونية ما منحكي احنا عن يعني انا لما ذكرت في حلقة الكسوف ولد هاي الزاوية تأثيراتها الها ما بعدها هاي بداية شيء مرعب ولكن الاحداث مستمرة يعني رح تضل سنة وسنتين تأثار اللي هي المشكلة يعني زي واحد بمعنى اخر ليش هي مش اثار الزاوية يعني كيف بتصير الزاوية هاي زي ما انت تيجي وتضرب واحد بسيارة هسا لما ضربته بالسيارة هاي ذروتها الان شو صار مع هذا الشخص من من اعاقة من مرض من اثار قديش بده يعاني فيها كم سنة بده يعيش بده يموت ما انت ما بتعرف ولكن الضربة الاساسية ايش عملت هذا اللي قاعد بصير حاليا هاي الزاوية عبارة عن ضربة قوية جدا الهما بعدها عشان هيك ما بقولكو انه انا يعني اه حسب الخارطة الفلكية وحسب الوضع الفلكي وحسب التحاليل الفلكية ما في اشي بحكي عملية انهيار كامل لامريكا مستحيل هذا يعني بالفترة الحالية هذا شيء مستبعد ولكن على الله فيش اشي مستبعد الاشي اللي جاي هاي السلسلة المتتابعة على الامر لا ام تبدأ تستمر وشو رح تأخذ معاها وتنسوش في دول كثيرة مربوطة مع هاي العملة اذا نزلت العملة هاي دول شو بديصير فيها وبس وسلامتكم يعني بدهم يهربوا من الموضوع على العملة الرقمية يعني في دراسات لإلغاء العملة الورقية كله بدي يتعامل من خلال النت وارقام عن النت وبدون ما تحمل كاش ممنوع تمسك بورق في ايدك هذا الخلل اللي صار شوفوا الذهب اللي انا في حلقة يوم الكسوف ولد اللي معاه فلوس يشتري ذهب اشتروا ذهب يا جمعة الخير القفزات اللي قاعد بيقفزها الذهب مرعب جدا قاعدة وهذا الاشي مش انه بنمو ولا فترة ديرجع لا هذا اذا رجع بعود برجع بطلع يعني اذا تراجع 25 درجة 20 درجة 30 درجة 50 درجة رح يرجع يطلع كمان لانه الوضع لسه ما استقر بالعالم بهذا الوضع تقريبا طيب فعولنا انه هاي الزاوية بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة بالضرب بخزينة البلاد وممكن يقع اضطراب في قطاع الاقتصادي والمالي بالخصوص وتتراجع مدخيل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه لابد من وقوع ازمي على المستوى العقائدي بالخصوص ممكن تقوم بعض الجماعات المتطرفة او الارهابية بعمليات تخريبية او تقع تفجيرات او حرائق من ايدي خفية تهدف لزعزعة استقرار البلاد او يتم اغتيال شخصية هامة او احد رجال الدين في ظروف غامضة وهناك احتمال وقوع بعض الكوارث الطبيعية كالحرائق الغابات او الزلازل او خصوصا في الدول اللي بتقع على خط الزلازل او تجدد نشاط بعض البراكين الى علاقة برضو بالعوامل الجوية واليوم في ذروة لزاوية خطيرة برضو اما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل مع القمر طبعا فيه زاوية بطيئة رح اليوم تكون ذروتها الزوايا اللي بدها تتشكل مع القمر طبعا يوم امس ذكرنا زاوية التربيع السلبية اللي بين القمر وبين نبتون اللي كان ذروتها يوم امس اللي هو اليوم الليلي موعد بث الحلقة ساعة ستة واحد وعشرين دقيقة مساء من مساء يوم الاثنين يعني كمان ثلاث ساعات ونصب بتكون ذروت هاي الزاوية من بث الحلقة هاي الزاوية قلنا انه تأثيراتها من صباح يوم الاثنين وبتستمر حتى صباح يوم الثلاثاء يعني لازم نوخذ فيها هاي الزاوية بتجعل بعض الاشخاص يجعل نحو الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع بتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا نعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين ديروا بالكم من الحساسية المفرطة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت ايجابية بين القمر وبين المشتري وهي ذروتها الساعة الثمانية وسبعة وعشرين دقيقة مساء من مساء اليوم الاثنين اللي هو موعد بث الحلقة تأثيراتها من ساعات صباح يوم الاثنين وبتستمر حتى صباح يوم الثلاثاء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا احنا ومن حاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية يعني هاي لسه معنا للصبح بتساعدنا على التحقيق بعض المكاسب المالية يعني اللي حاب يستفيد منها يستفيد منها برضو بتمنحنا العطف والمودة ومنح ضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما انها بتساعدنا على التعرف على اشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسائنا اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل هذيك قلنا يوم امس هاي اليوم اول زاوية هي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي قلنا انه ذروتها ساعة ثنتين وتساعتاشر دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء تأثيراتها بتبدأ من ظهر يوم الاثنين وبتستمر حتى مساء يوم الثلاثاء اكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية ليش؟ لانه هذول الاشخاص بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب يعني بروح عالسوق بشتري اشياء وبيعبي الشنط وبروع عالبيت وبعدين بكتشف اخرش انه بيدوش اياهم او هم مش بحاجتهم او مش حلوين او مش مناسبين يعني بس هو راح هيكي صرفي فلوس عالفاضي فبتكون تحضروا من هاي النقطة بتزيد من ضعفكم ميلكم للفوضى والتقلب وبتكون رغباتكم متقلبة وهذا الشيء ممكن يؤدي لخيبات امل او على المستوى العاطفي بيتكون تراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لانه ممكن تؤذيوا فيها اشخاص اخرين بدون ما تشعروا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين زحل وهي ذروتها ساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتبدأ من ساعات مساء يوم الاثنين يعني تقريبا عند المغرب وبتستمر حتى مساء يوم الثلاثاء نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في ادارة عمالنا الاجواء جيدة برضو على المستوى الفلاحي والتجاري والامور اللي لها علاقة بالشيوخ او المتقاعدين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون ذروتها الساعة 11.27 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش من ظهر اليوم الثلاثاء طبعا هاي التأثيرات بتبدأ من المساء ساعة مساء الاثنين وبتستمر حتى المساء المتأخرة ساعات المساء المتأخرة من يوم الثلاثاء يعني قرابة منتصف الليل فمنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات عالية وخصوصا بالمجال التجاري بصير عندنا ثقة بالنفس عالية بصير في عندنا يعني سهولة في التعبير اكثر بصير في مرونة بالتعبير يعني اليوم عنا نشاط وعنا حركة هذا المقصود من هاي الزاوية نشاط وحركة واتصالات وحوارات ولكن عطارد بيتراجع ما تتسرعوا بقيادة السيارة وانتبهوا بتنقلاتكم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين اورانوس يعني هاي الزاوية البطيئة اللي كنا نذكرها من يوم موحد خمسة وقولنا انه هاي تأثيراتها من يوم واحد خمسة ليوم تسعتاش خمسة اليوم ذروتها هاي الزاوية وقولنا انه لما بتتشكل غالبا بتحدث بعض الثورات او الانقلابات العسكرية او الاغتيالات في مثل هاي الوضعية بتزيد من عنادتنا واندفاعنا الاستقلالية الشديدة بشكل مرعب عند بعض الاطفال على اهليهم حتى الاشخاص بدهم يستقلوا في حياتهم وغرابة الاطوار بتجعلنا نخطئ في احكامنا وممكن يصير فيه نوع من انواع التحولات العنيفة في حياتنا من ميلة المبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لوعكات صحية بتتعلق بالقلب او بالتشنجات العضلية بدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال اضرابات او اشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامية برضو بالدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث الها علاقة بالسك الحديد اما بالنسبة لزوايا الغد واللي اليوم برضو الها تأثيرات الزاوية الاولى هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين اورانوس زاوية ايجابية هاي ذروتها الساعة سبعة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا من صباح يوم الاربعاء ولكن تأثيراتها بتبدأ من عصر يوم الثلاثة وبتستمر حتى مساء يوم الاربعاء هاي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بتمنحنا افكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب يعني اليوم من ساعات العصر عنا اجواء اجتماعية او علقاءات او علاقات ممكن نستثمرها او نستفيد منها لبعض الامور اللي بتهمنا في حياتنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون الساعة ثمانية وتسعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح يوم الاربعاء ولكن برضو تاثراتها من ساعات العصر عصر يوم الثلاثاء وحتى مساء يوم الاربعاء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منطلق المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل منصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا في التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الاخيرة وهي زاوية تقاول سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون ذروتها الساعة اربعة وسبعة وثلاثين دقيقة بعد عصر يوم الاربعاء ولكن تاثراتها بتبدأ باخر ساعات النهار يعني بالساعات المتأخرة تقريبا بتوقيت الاردن الساعة 11 أو 10 مساء من مساء يوم الثلاثاء يعني نقول العشرة ننزل ثلاث ساعات يعني الساعة 7 بتوقيت جرينش بتبدأ تاثراتها وبتستمر حتى صباح يوم الخميس هاي زاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني طبعا ما راح تأثر خلال هذا اليوم لانه تاثراتها ما راح تكون بقوتها منشعر فيها يوم الاربعاء اكثر ولكنها على بعض الاشخاص لازم يكونوا عندهم هدوء تحلي بالصبر في اي مساء بيقوموا فيه يفضل انه ما يكون فيه صهر لساعات متأخرة من الليل فترى برضو محبطة عاطفيا اللي عندهم مشاكل عاطفية ممكن يثوروا تورا عارمة من الغضب عند اي انتقاد او اي كلمة فعشان هيك بتكونوا ديروا بالكو اثناء تععملكم مع احبائكم في ساعات مساء يوم الثلاثة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عنا وانه انه من الان ولغاية منتصف الليل الكبد والعجز وعظم الفخد عظم اخر العمود الفقري عضلات الورك عضلات المفصل الورك الفقرات القطنية او العضلات القطنية هدولا الاكثر حساسية لغاية ساعات منتصف الليل لا حتى يديش فيه اشخاص صار عندهم شد عضل وسترس وتشنجات بالفترة الماضية وايضا حتى على مستوى الامور اللي الها علاقة بالقلب عدد مرعب كان مع الخسوف اما من ساعات منتصف الليل وطيلة النهار بصير عندنا الاعضاء الاكثر حساسية ركبتين والمفاصل عمود الفقري عضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والاسنان والاوتار والاربطة والجلد والشعر والجلد والشعر هاي برجع بعيدها الجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن طبعا ليش انا ركزت على الجلد والشعر عشان ما حدي يجي ولي بنفع التجميل اليوم لا من بعد منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء طيلة يوم الثلاثاء والاربعاء لغاية الخميس ما تعملوا التجميل يعني اللي بدهم يعملوا إنبات لشعرهم بدهم يعملوا شغلات حساسة في شعرهم لا ما يعملوهوش واللي بدهم يعملوا أشياء لها علاقة بالجلد ليزرو ما ليزرو أشياء من هذا القبيل اللي ممكن تعمل التهبات جلدية او حساسية بالجلد ابعدوا عنها نهائيا والاسنان طبعا اللي هي عمليات التجميل للاسنان اللي فيها نوع من أنواع الجراحة أما بالنسبة للعمليات الجراحية للأعضاء الأخرى في الجسم غير الأعضاء اللي ذكرناها ما في أي مشكلة للعمليات الجراحية اليوم زي ما حكينا عمليات التجميل أنا ما بنصح فيها نهائيا خلال الأيام هاي اللي هو ثلاثاء والأربعاء يوم الخميس بتصير الأجواء أفضل لا يصلح لإزالة الشعر الزائد إلا بالطرق التقليدية ومش بالمواد الكيموية ولا بالليزر أما بالنسبة لعملية القص الشعر العادي ما في أي مشكلة ولكن تعمل قصه سبغة وأمور هيك انسى الموضوع برضو هذا لا يصلح بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون متواجد في برج الجني خلو المسار القادم بيكون يوم الأربعاء عشرة خمسة طبعا هو رح يبدأ يعني بساعات المساء يوم الأربعاء فبيبدأ الساعة 11 و 51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي أي حتى الساعة الأولى من صباح يوم الخميس اللي هو الساعة 2 و 5 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها ويصير في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 19 يوم في تمام الساعة 8 و 42 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصير عمره 20 يوم نسبة الإضاءة 79% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 21-5 منتحس بنسبة 15% القمر في القوس وبدو ينتقل للجدي زي ما ذكرنا ورح يظل في الجدي ليوم 11-5 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 30% ساعات المساء يعني عند المغرب بيصير سعيد بنسبة 45% عطارة في الثورة بيتراجع حتى يوم 15-5 منتحس الآن بنسبة 15% في ساعات المساء بيصير سعيد بيطبعه ولكن نحوسته من التراجع بتغلب الزهرة في السرطان حتى يوم 5-6 سعيد بنسبة 30% المريخ في السرطان حتى يوم 21-5 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زخل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% ورانوس في الثورة حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوب يتراجع حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 30% طبعا أنا بطلت أولكم حطوا لايك وديسلايك والأمور هاي صرت أحط لكم إياها كل دقيقتين ثلاثة دقيقة تطلع لكم تضوي هيك على الشاشة إنه تنسوش تحطوا لايك وديسلايك ما فيش واحدة والله ما دورت إلا لقلكوا واحدة إكبس على الديسلايك هاي ما لقيتها فبظل أذكركم بالديسلايك معناته أما تبعين اللايك هايها بتضلها على الشاشة تطلع لكم هاتنسوش أه؟ يلا حبايبي وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل بتنشطه في مجال السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وخصوصا لبعيدة وحتى دراسة أو امتحانات للي عندهم صباح الأجواء جيدة لهاي الأمور ولكنها فترة خلوم مسار انتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة الشوارع المفتوحة وتفقدوا أمتعتكم إذا كان عندكم سفر من بعد منتصف الليل طبعا بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنه ما ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليكم المسؤوليات ممكن أنك تواجهوا أمر صعب أو معقد حاولوا أنك تلتزموا بمسؤولياتكم خلال هذا اليوم طبعا اليوم فيه أشياء إجابية على المستوى الاجتماعي وعلاقاتكم بالمسؤولين وممكن تحققوا إنجازات رائعة ولكن القمر في بيت السمعة فبدكوا تحافظوا على سمعتكم من أي تصرف بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة وبظل التركيز على الوضع المالي وفواتير ودفعات والاهتمام بالميزانية وأشياء العلاقة بالأعمال والعلاقات مع الشركاء أو الدفعات اللي بتتعلق بالبيت والعائلة أما من ساعات منتصف الليل وطيلة النهار هنا الخمر رح ينتقل للبيت التاسع فعشان هيك اليوم رح تنشطوا في مجال الحوار والنقاش والدراسة والامتحانات والسفر والاتصالات والعلاقات مع الأجانب وبرضو اليوم في مكاسب مالية وممكن أنكوا تعززوا العلاقات مع أحبائكم في فرصة للقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب إلها علاقة بالسفر، تسويق، نشر، دراسات عليا ورح تفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء أنك اليوم استغلوا وتحرك على مختلف الأصعادة لأنه اليوم الحض بدعمك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل القمر رح يظل موجود مقابلك تماما فعشان هيك بنظل الأجواء جيدة على مستوى تعزز العلاقة مع الشركاء شركاء المال أو العاطفة أو مصالحة اتفاق على أمر تراجع عن أمر ولكن بدك تظلك ضابط أعصابك بدون أي مواجهات وظلك حافظ على صحتك أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطلت النهار بتعيدوا ضبط ميزانيتكم تقدروا تدخلوا التعديل على نمط حياتكم مرضو بتهتمه بمور إلها علاقة بوضع مالي يا أموال لإلك بتطالب فيها يا بترتب فواتير دفعات التزامات منزلية أو عائلية أو الاهتمام بأحد أفراد العائلة فيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما تعتبر فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن بدي أحكي لكم أنه القمر خلص يعني من يوم أمزلت أنه القمر خلص بدي يصير في مراحل المقابلة فعشان هيك من الآن واللي غاية منتصف الليل التركيز بيظل على أمور إلها علاقة بالعمل ممكن يتراكم بعض العمل أو تعمل ساعات إضافية أهم إشي أنه تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ولصحتكم هاي أهم نقاط الانتباه للصحة أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار هنا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم أهم إشي أنكم تحافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا أي كلام ممكن يعني هيك يصير فيه نوع من أنواع النقاش فتوجه ملاحظات فهنا تنفهم بطريقة خاطئة وتصير مشكلة ودير بالك خصمك قوي في هاي المرحلة هاي الفترة ما بتدل على أنه أنت اللي راح تكون متفوق أو منتصر بالعكس المريخ بعكسك وبعمل عندك عصبية زيادة عن اللزوم وبصير الحق عليك بزيادة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا ما زالت الأجواء اللي إلها علاقة بالعاطفة والأحبة والتقرب من الحبيب والأبناء القلق على أحد الأحبة أو أحد الأبناء يعني بتظل الأجواء بتهتم بهاي الأمور لغاية ساعات منتصف الليل حاول أنك ما تبالغ في حضوظك كثير من ساعات ما بعد منتصف الليل وطلت النهار هنا بيتراكم العمل عندكم أهم إش أنه ما تهملوا صحتكم حاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب ممكن تظهر بعض المسائل الشخصية الطارئة أو العائلية أو تشعر بنوع من أنواع التوتر ولكن هو الأساس رح يكون عملك وصحتك خلال هذا اليوم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل ولكن ممكن تقلق وحاول وضع عائلي أو حدث عائلي أو صحة أحد أفراد العائلة أو يعني هيك شيء بيسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو القلق أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار الأجواء بتصير إيجابية قوية بالنسبة لإلك بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة ممكن تلتقي أو تتلقى إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا اليوم بتنشطوا أو من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل بتنشطوا في التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات وبظل الجو مناسب لمقابلة أو اجتياز امتحان ولكن ما تعتمدوا على الحضوض كثير لأنه فترة خلوم مسار انتبهوا أثناء تنقلاتكم وقيادتكم للسيارة ممكن يصير بعض الأعطال اللي بتتعلق بالإلكترونيات أو بالسيارة يعني في شيء من هاي الأمور أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار التركيز رح يصير على أمور إلها علاقة بالبيت والعائلة بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء تلطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك وما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك الأهم من هاي الأمور كلها إنه ممكن يكون في حدث عائل معين يلفت انتباهك أو تهتم في زيادة عن اللزوم إيجابا أو سلبا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل بظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي زي ما حكينا من عمل إضافي مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بدكوا تحذروا من صرف الأموال بدون حساب أو إنكوا تلجأوا لعملية صرف الفلوس هروب من الواقع هيك زي اللي بتفشش بدكوا تنتبهوا من هاي النقطة وانتبهوا على أموالكم من النصابين والمحتالين أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار هنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات تعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع لا يسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بنشاط ما فترة ممتازة جدا وممكن تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة الأجواء خلال هذا اليوم بتدعمك بشكل قوي حتى بتعزيز العلاقات مع الإخوة أو مع الجيران اللي بيشتغلوا في مجال التجارة أو التسويق اليوم رح يكون فيه نوع من أنواع التمييز برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم من الآن لغاية ساعات منتصف الليل الطاقة بلشت ترجع لكم والحيوية بعمكم النشاط بإمكانكم كتبادر لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية وبرضو تحمل هاي الساعات انفراج وتقدم في مسألة ما وممكن يصلك خبر مميز يعني خلال هاي الساعات ولكن الأجمل هي من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار هنا الطاقة بتزيد بزيادة وبصير تركيزك على الوضع المالي هنا بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم إش أنه ما تغامروا بأموالكم في مكاسب تيجي من عمل إضافي مستردات غبات ممكن حد منك يحصل على هدية أو دعم ما وتعتبر فترة جيدة على المستوى المالي والمعنوي أهم إش أنك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة وانت بحاجة لكل التعاطف والتضامن في هذا اليوم أهم إش برضو إذا بدك تغامر في الأمور المالية بدك تدرسها بشكل جيد وانتبه على من بعض النصابين برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل لأن القمر لسه بيتحرك باتجاه برجكم فعشان هيك هاي فترة خلوم مسار دائما بيكون فيها خلل وضغط كثير على الأمور الصحية والنفسية من ساعات ما بعد منتصف الليل الأجواء بتتغير تماما بتستعيد نشاطكم حيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك بتمارس جاذبية لا تضاها وتقدر تبدأ بمشروع أو خطة جديدة بتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق اليوم ممكن تسمع خبر سار أو حتى تحقق إنجاز أو إشارة لشيء كنت بتنتظره بالأيام الماضية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بدكوا تنتبهوا يعني بلش الضغط عليكم شوي شوي فعشان يكن يوم أمس أنا نبهت من الحدية بالطباع أو التعامل مع صداقاتكم أو بعلاقاتكم الاجتماعية أو تستاء من تصرف أحدهم لأن القمر بيقترب لبيت المتاعب فبدك تضبط أعصابك من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل وطيلة النهار يعني هي الحديث ما يوصل القمر لعندك اللي هو صباح يوم الخميس لا تبلش الأمور تنفرج فعشان هيك دير بالك من الحدية من العصبية من اتخاذ قرارات ما تعتمد على الحظ لأنه فترة غير مريحة بتكن تنتبهوا أكثر فيها لصحتكم تجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة أي شخص بيوعدكم بشيء لا تعقد أمالك على وعده لأنه عادي جداً ممكن يلغي أو ينسى أو يروح أو ما يرجعش برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعاً هذا اليوم بيظل إلو علاقة أو من الآن لغاية ساعات منتصف الليل جيد لتعزيز العلاقات الاجتماعية تعامل مع أشخاص تعزيز العلاقة مع المسؤولين إنجاز بعض الأعمال مراسلات أشياء من هذا القبيل وتحافظوا برضو على سمعتكم برضو الوقت لا نخلو مسار ما في داعي للمجازفات أو المغامرات أو التهور بدك تظلك محافظ على سمعتك أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار هنا الوضع الاجتماعي رح يغلب علاقاتكم بأصدقائكم ممكن تلتقوا في دعوة يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا واحدين تعتبر فترة ناشطة وواعدة دراسيا مهنيا عائليا بتكثر عندك الاتصالات والموعيد واللقاءات خلال هذا اليوم بشكل كبير طيب هيك خلصنا حطيتوا اللايك والديسلايك والأمور هاي ولا ما انتوا منتوا بتنتبهوش أكيدة بتسمعوا حاطين مش شايفين صورتي منتوا مش فاتح كاميرا أنا عشان تطلعوا عليه فعشان هيك بتسمعوا الصوت تنتبهوش لهاي القلوب والله قلوب 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 هيك قلوب حب قلوب حب قلوب حبة بتلمع على الشاشة حطيلكوا إياها عشان اللي بحطوا لي لايك وكومنت ومش عارفش تابعين ديسلايك ملهم مش قلوب هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا